إلى بيروت ومن جديد يعود جون إيف لودريون ممثل الرئيس الفرنسي للوساطة بشأن أزمة لبنان السياسية في جولته الثانية أو محاولته الثانية لإيجاد حل توفقي يقرب لبنان خطوة نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء أزمة فراغ سياسي امتدت حوالي تسعة أشهر يبدو لودريون مراهنا في ذلك على الخبرة الدبلوماسية التي سقلتها السنين وزارة الخارجية الفرنسية أفدت بأن زيارته تدوم يومين فقط وتأتي بعد مشاورات أجرها في المنطقة تحرص فرنسا على إيجاد حل لهذه المعادلة المستعصية بالرغم من تراجع تأثيرها في الساحة اللبنانية وقبل شهر فقط اجتمع مبعوث إيمانويل ماكرون بممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني ومسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين أما المشهد السياسي فما يزال على حاله تحت قبة البرلمان اسمان مرشحان يتكرران في كل جلسة انتخاب للرئيس لكن دون حصد أي منهما العدد الكافي من الأصوات يتساءل المطلعون على الملف اللبناني بشأن ما إن كان لودريون يحمل في حقيبته إلحاحا من باريس للتوجه نحو التوافق على مرشح ثالث بالرغم من نفيها في وقت سابق أي نية لاقتراح اسم للمنصب الأسمى للدولة وأن جل تركيزها ينصب حول استقرار الاقتصاد اللبناني غير أن كثيرين يربطون تحرك فرنسا بسعيها للإبقاء على نفوذها التقليدي الذي تراجع في كثير من مناطق العالم ترجمة نانسي قنقر